يوم جديد ألتقيكم به أحبة متابعي فضائية الأيام من كأس العالم وحلقة جديدة من برنامج أيام المونديال اليوم لم يكن سعيداً للكرة العربية حيث صدم المنتخب السعودي محبيه ومتابعيه بخسارة لم تكن متوقعة فبعد الفوز على التانجو خسر اليوم أمام بولندا بهدفين دون مقابل في الجولة الثانية من منافسات المجموعة تسي بينما خسر المنتخب التونسي العربي الآخر مباراته الثانية اليوم أمام نظري الاسترالي بهدف دون رجل حساب الجولة الثانية الديك الفرنسي يواصل صياحه المبكر بالفوز على المنتخب الدنماركي في المجموعة ذاتها بهدفين لواحد التانجو الذي خسر مباراته الأولى لا يزال متعادلاً مع المنتخب المكسيكي في محاولة لاستعادة توازنه في المجموعة السي قبل أن يودع المونديال من بوابته الأولى مساء مونديالي بعيون عراقية أهلاً بكم مجدداً مش قد نشوف لقطات في مباراة كرة القدم يعني ترقيصة جميلة إنقاذ جميل لحارس لكن تبقى أحلى اللقطات هي من تهتز الشبجة الأهداف لذلك إحنا رح نداوم على أن نستعيد أهداف الأمس في كل حلقة من حلقات برنامجنا أيام المونديال هذا المونديال الشبجة جاية تهتز بكرة استثنائية كرة تم تسميتها بالرحلة تحمل في جوفها بداخلها مستشعرات مستشعرات تساعد أو تضيف للتحكيم تمكن الحكام من تجاوز الأخطاء البشرية الحكام هم بشروا بالنتيجة ومعرضون كما سواهم للأخطاء دعونا نتابع هذا التقرير عن الكرة الرحلة ونعلق بعد ذلك عليه أهلا بكم مجددا أرحب كما جرت العادة في الدور الأول بمحل برنامجنا المونديال أستاذ خلف كريم خلف في عجالة المر على القضيتين الأهداف أيضا أسألك في هدف بقبل ذاكرتك والله الأهداف جميلة يعني مرات تحس أكو هدف لعب بالرأس نقول هذا جميل جدا تزديدها قوية كرة مشترك فالهداف متنوعة يعني ما ممكن نقول هذا الهدف هو الأجمل لهم البارحة أنت سنلحت على لحت على البرازينية عموما يمكن إحنا نسينا الرحب بالجمهور خلاصا دخلت وياه على الحالة نعم أشكر انتقادك بس أنا رحبت بالمقدمة إنت خلينا أرحب أعزائي المشاهدين يمكن إحنا اليوم نعيش أجمل لحظات المونديار هاي اللحظات وغيرها أنا باعتقادي أنه نتمنى أنه ما تنتهي وكل كرسي بداية وإلى نهاية لكن يمكن خلوني نتمتع في كل مباراة وكل يوم اللي فيه أربع مباريات أنا وياك ويا الجمهور أنا قلت خلاص بأول حلقة قلت يعني كأس العالم حتى قام الشخص يحسب أيام سنوات عموة ويقسمها على أربعة حتى يشوف كم واحدة يطرح منها اللي كان طفل ويطرح منها اللي يعني قد يأخر من العموة عموما التقرير اللي أعد على اللاوة أحمد يعني يتحدث عن هذه الكرة المسمات بالرحلة واللي يتحمل بجوفها مستشعر يساعد الحكام يعني أنا بديت أسترجع يعني كلفت الزميل مازل سريع يعني يعد لي تقرير أيضا في الحلقات المقبلة عن التطور الرقمي خصوصا في التحكيم في كرة القدم هل سيضيف هذا شيء؟ بكل تأكيد يعني اليوم أنا أقول للتكنولوجيا هي في خدمة لعبة كرة القدم تكنولوجيا دخلت تكنولوجيا بقوة شوف هسا هذه البطولة من تنتهي عادة خبراء الاتحاد الدولي رح يجتمعون نعم أكو خبراء تقنيين نعم يعني مثل ما تفضلت اليوم عامل الكرة والتكنولوجيا والبار هذا شيء نعم راح تطلع عتم نتائج أكو خبراء اللي هم خبراء الإحصاء راح يطلعون لك بتقرير جديد خبراء مدربين كرة القدم يطلعون شنو اللي اللي راح يحدث أو من تنتهي البطولة شنو اللي يتغير من النواحي التكتيكية؟ خلاف وين رايحة كرة القدم إذا كل هذا التراكم الخبراتي يعني بالإحصاء بالأرقام بالتدريب بالتقنايات الرقمية والألكترونية يعني هي قضية أنها علم علم انتر ماجستير بكرة القدم منتين منها ولكن أين ستمضي يعني اللعبة يعني هذه اللعبة يمكن أخذت يمكن أصبحت الملف في الأول بالعالم بكل تأكيد هي عروسة العالم يعني اليوم كرة القدم يعني يشوف أكو حدث قد يكون افتتاع مثلا أو ختام يشاهده مثلا 7-8 مليارات بشر كل البشر شاهد كرة القدم أنت أعطيني شيء غير كرة القدم فكر بأي شيء أنت اللي تريده تقول هذا يظاهي كرة القدم أو 50% من مشاهدات الكرة القدم أو 25% وأنا راح أوافق لك تبقى كرة القدم عالم آخر مختلف عن كل شيء نعم عموما خلينا نرجع لفن الكرة و راح تصلي عودة على قضية التقنيات الرقمية يعني جذبني هذا التقرير اللي سواع الله واليوم تحليل مباراة استراليا تونس هل في الممار؟ يعني مراتك مبارياتها قل لك أمام الضوجي متحلل هي؟ لا أكون مباريات لازم أطلع منها شيء حلو زيان يعني أنا اليوم حاولت أتابع هذه المباراة في البداية صعوبة يعني صعوبة استراليا تونس يعني يشوف فوزه وبالمناسب يعني الفريق المنتخبين العربين اليوم تعرضوا له هزيمة ما يخالف نحن نشوف نحن كرة استراليا نعرفها نحن العراقيين من قد ما نلعب وين الفريق الاستراليا الفريق الاستراليا هم يخلصون يعني أنا أقول هي وريثة الكرة الإنجليزية القديمة نعم الكرة الإسرالية نحن مرين على طول الله يساعد على الحسين الرحيمة وسلام وجاسم غلام نحن نلعب وأمامك عملاق مثل مارك في دوك هداف ليدزينايت نعم ويلعب بالدولة الإنجليزية واحد عملاق شا سوي له شو رح تمسك حتى كاهل إلى رباية حتى تيم كاهل بس مو ذاك يعني يمكن طولانا مرة يعني من قد ما قوال علينا كلها تقدر أدول على طولانا وهم وذي بس مو كليش طوين بس مو أهم مشكلة بس متر الثين وثمانين ثلاثة ثمانين هذا يعني هذا الأبرج من اللاعب يكرة القديمة بس مارك في دوك أطول واقوة منه وهذا من جذور يوغوسلافية جاي من تريد أنت كمدرد تقول أنا اليوم راح ألعب مع الفريق الأسترالي خلي ببالك أنت الكرات راح ترفع من هذا الجانب ومن هذا الجانب على هذا الراس القول يجي بهذا الشكل وحتى الهدف اللي يسجل اليوم اللي يسجل دوك كرة سرقه براسه راح تفزاو البيت كل هذا لكن تقول لي دول الأسرانيين يخلونك تلعب أنا قل لك يخلونك تلعب يعني إحنا من اللعب نيوم من 2007 لا قدمنا مستوى راقي هم في فترة من الفترات بطيء 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 أنا بطيء ما عنده مهارات عالية يعني هذه تشكيلة الفريقين طبعا الحارس اليوم كان بطل مباراة ورح نرجع على الحالات اللي شبناها لأنه الفريق الفريق التونسي حقيقة انحرجهم بالشوطة الثانية راين قد يكون هو رجل المباراة دوك المهاجم الأطول بين دولة مقري إلى جانبه ولعب الفريق بطريقة أربعة مداخر طويل القامة لكن أداء سريع ومهاري شوف انت بنتشوف لعب مهاري منتخب استراليا يقول هذا استثناء شوف بالاستراليا يعني أكو لقاطاتها سراحة مع الأخوة نعم بالكنترول محضر الكيشم لا تلمح لهم يعني أنت تتكلم على لاعب طويل القامة اللي هو لاعب 19 هذا يمكن دخل على لاعب تونسي كان ممكن أن يكسر رجله القوة اللي بدي أشوف نحن مرات من نريد نقارن بين فريقهم نقول مهاريا منه الأقوة بدنيا منه أقوة وتكتكيا منه أقوة لا يمكن أن نتقارن الأخوة التوانسي بالفريق من ناحية البدنية بالفريق الإسترائيل يمكن القوة السرعة القول كذا أقوة يعني مرات تحس تنين يرقضون على كرة تحس هذا بواحد سرعة وشنو واحد سريع لأنه موجود هاي طبيعة البدن المهارة يعني قد يكون دعنا اللاعطات هذا الجبالي هذه أول فرصة ما نقدر نقول عليها فرصة هذه أول وقت محاولة دعنا نسميها محاولة هذه المحاولة هذا الهدف هذا القولة تذكر لأنه ارتطم في قدم المدار ايه وتغير التجاه الله يعني بيه بيه توفيق هذا الحظ هذا الجدي برحة سلام هاشم يتحدث عن الحظ هذا الحظ ايه يعني هو يسأل وراه يرفعها على راس الزمين يمكن ما تجيبها الدقة صحيح يعني ارتطامها بقدم المدافع هي اللي غيرت هي اللي غيرت التجاه الكرة بحيث حتى المدابع ما كان ما كان ممكن أن يتخذون الوراء الصحيح اللي ينقاذ هذه كرة المهم هذه الكرة وهذه القول هو اللي يجاب ثلاثة النقاط يمكن مرت محاولات أخرى للفريق التونسي وللفريق الاسترالي الاسترالي بالشوط الأول شوف هذه فرصة هذه واحدة لو نرجع عليه مرة ثانية هذه الفرصة الثانية يعني اجت للفريق التونسي فرصتين كان ايه كان يعني من خلال هذا هو هذا الشوط الأول يعني الفرصة القبل هاي اللي ضاعت وهذه الفرصة الثانية هذه هنا هاي الفرصة الأولانية وهذه هنا هذي فرصة التعديل لكن ضاع يعني مرات انت يمكن انت البحر هذا المدافع الطويل اللي اليان اتحدثت عننا هو راح تشوفه بعدين عد لقطة في الشوطة ثانية كارثية لقطة كارثية راح نشوفها هسانا راح اتعلم تحليل منك من وراك انا جئت من الضيف للتقديم هسانا من وراك راح اروح للتحليل ان شاء الله بعد اخوك شو جاي اتفقه مرات هسانا ما قايل لك يعني انا سولى ابنبي بالاستوديا حسن الظاهر التهم مسجله في مفكرتك بكل تأكيد طويل وسريع شوف عملاق هذا 19 يعني واحد من العمالة واحد من عمالقة المدافع خلي هذا الهدف وبعدين ننتقل للكلب الثاني هذا الهدف وهدف رائع طبعا هذا بي توفيق الهدف بكل تأكيد لكن شوف طول اللاعب يعني واحد عملاق طبعا باللحمة صحيح دقيقة الاخيرة ارتق المدرب حتى يدافع طلع هذا المهاجر يعني ما يكمل المباراة كان هناك لعب الى بديل اذا رحنا للكلب الثاني بشوطة ثاني اقول لك انا سألت تسؤاله يعني اطلع منك بس مرات صح تقولي انا ما ما كو على الشوطة الثانية جاه جاه ما زن ما زن السريح فعلا سريح ما يفهم شوف هذه لا لازال الفريق التونسي الذهني بطل من الفرق العربية لا لا شوف شوف رأس شراء الذهن والكرة رجعت لي الكرة الرفعت هنا بها خطورة مشاهل هنا الكرة هذه الفرصة الاولانية الاسترائيليين وهنا شوف شون ايدا ما ايدا يعني عاف تيه اللعبة هو يدور على ضرب الجزء يدور على ضرب الجزء حكما اقرب فظلت هذه الكرة من جانب الاخر محاولة مستمر محاولة مستمر ونا ما كو شي ونا انا هم اي هم هاي الحالة هاي هاي واحد غاب يبحث عن ركلة الجزاء ورجع لي وراه ووكي الهجم صحي واحد راح يبحث عن ركلة الجزاء وما شفنا اللقطة يعني ما يمكن 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 لهم حاول هذه ثقافة بالمناسبة لعبين محترفين في دوريات اوربا هو احنا للأسف يعني مرات انت المحترف يفيدك ينفع لو هي بالجينات هاي موجود طبعا بالجينات خلينا شوف هذه الحالة هاي الهجمة هاي الهجمة للفريق التونسي يعني بشوطة ثاني الفريق التونسي قدم مستوى يعني ما يستحق الخسارة انا باعتقادي ما يستحق انت البارحة تتذكر انا قلت هذه اللعبة لولا اتعادل لو تونس وتونس كانوا اقرب طبعا هذي شوف هم بس هي لا تونس ولا اتعادل هس هم هما ماسكين الكرة يتحكموا بالكرة كثير اللي اجلت لك انا راين اليوم قد يكون هو بطل المباراة الحارس المرمى راح نشوف عدة فرص اه طلح الحارس الاسترالي الاسترالي ايضا الفريق الاسترالي قام يلعب على الهجمات المرتدة راح نشوف حالتين هجمتين مرتدة للفريق الاسترالي يمكن راحوا واحدة من عثم راحوا اثنين اها شوف هذا هنا شوف هذا رقم 19 خلينا نوقف هنا واقف هنا باوا هذه بالاعادة واحدة من اص يعني ممكن كان هو هذا المدافع الطويل خلينا نشوف انت شايف لك طويل الشريع انت شوف شوف واكو لقطة بالرد هذا ذكي حتى القطع رادة خاف جزا قبل الخط باوا شوف الحالة هو باوا هذا اخطي المتقدم هيا رح ارجع لها انا سوف وانقطع قبل الجزاء حتى خاف يصير وعيداني المشكلة صحيح اما الاغبر قلت لك ارجع لها هذا القشاش الما يطيح شوف هاي الحالة القشاش الما يطيح المرحة شوالك خلينا نرجع لها لا رجع لي اثناني اللي هو الدخول القوي لهذا اللاعب هذه يعني هذه يعني ممكن انا اكثر رجلك بهذه الكرة لكن على الكرة حقيقة راح على الكرة شوف اتوالت الهجمات لكن رايين الحار شوف هذي وقفنا 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 وظف خلينا وقف يحاول نرجع لها هذي ورا نوظف شون اسحب هذا الهجمة الثانية اثنين ضد واحد راح يصيرون اثنين ضد اثنين طبعا هذا اللاعب رقم داعش مستغل الوضع تصرف تصرف خاطئ كن انانية بها يعني ضاعت هجمة يعني هجمة خلينا نقول عليها هدف محق قد انانية هذه هجمة اولا بداية الكليب انا ارجعت على القشاش البار حقيت كيف يبتلي طاح شو هم كل من القشاش انده يصنل شفت الباح القطري بعلام بعلام سلام سلام قال يا أخي ما يصير سلام هم قشاش قال يا أخي هذا من يصقف خساش يعني هذه مشكلة بالفعل السقوط يعني يعني البارح بعلام هو خسرت خطأ خطأ شوف هسا رح نرجع على الفريق السعودي منتجي العمري قطر خسرية اليوم عبد الله العمري قطط الهدف الثاني هدية رح نمرع لها بعد شوية من نشوف المباراة فولندا السعودية هس هاي المباراة ايه توقعتها آني يعني سوالفت ياك بيها اذن ايه صحي انا ما اتوقعت اش قلت قبل ما روح انام من انام قل لي نتيجة المباراة لا فانت نمت وقعت قلت لك راح انام قل لي اش قد راح تخسر السعودية ايه المهم خزر سعودية صحي تدري لي اش قلت لك قد راح تخسر مو قلت لك بطي النتيجة تدري لي اش خلاص ما بنيت على الفن الذي بهنيتك لا ابدا لكل اختصاص بس بنيت على المنتخب السعودي حسية داخل بنشوة الانتصار على الارجنتين انا ما شفت اش يعني كل الاخر حتى اللقطة استذكرت اللقطة اللي صارت بين مدافع سعودي كان شاكس يعني في زائل واحدة من الزايدات الشاكس ميسي وثالي طلعت التسئل اللي انه ما تقدر تغلب نه وكذا حسية المنتخب السعودي يعني قد النشوة تقتل التواصل بعد خلي اقول لك شي واحد اليوم المباراة الفريقين اللي فازوا سواء بولندي اول فريق الاسترالي من فازوا مو فازوا لانهم اكثر فنن او اكثر تاكتيكين حتى يفوزون فازوا بالقوة البدنية ليفان ديفسكي بهذا الجانب وزيلينسكي اللي انت تتعيب علي اللي يسجل بالمناسبة خلي كملك من وراء اسمه من وراء اسمه والفريق الاسترالي ايضا بالقوة البدنية يعني اليوم انا صحيح اجت فرصة الفرصة اللي هي انا ممكن ارجع للمباراة اللي هي اسهل شي عدك تكون عدك ضربة الجزاء اجت ضربة الجزاء وجه سالم الدوسر وهي كانت فرصة للتعديل التعديل يحي يعني ممكن يرجعك للمباراة وبعدين الفريق الخصم قد يكون قد ينهار انه بدل ما انا متقدم رح اروح للاستراحة ممكن انا اخسر الفرص اللي سنحت للفريق السعودي يعني السعودية تلعب كراب قدم توصل للمرمى الخصوم او المنافسين بطريقة سهلة هذا يعطيك انطباع انه الفريق السعودي يعرف في لعب كراب قدم يعني ما خايف معظم الفرق مشكلتك خلط حسن يعني منطقة بالتحليم لازم تكون منطقة لا تخالف ولكن في كرة القدم هناك اللامنطق هذا صحيح الحق انت تحلل يعني بقضية علمية نعم المنتخب السعودي يصل لمرمى الخصوم ومن يصل ويحتفظ بالكرة في ثلث الهجوم فريق على حد وصفك المشكلة وين المشكلة انه مرات المنطق ما ينصف لآخر هذا وحد هذه مرات امور خارج عن إيرادتك خارج عن طارق يعني اليوم مثلا احنا رح نشوف كل الحالات ضعوا ضربة الجزاء والمدرب هيرفي قاعد يتابع الهدف تدخل الهدف ولا لا تدخل الهدف والمصاوئ طبعا الكاميرات يكثر اللي موجودة بالستوديو واحدة من عيني عيني اي هسا نتابع اللقطات نتابع اللقطات وخلي نشوف وحدة وحدة هنا هاي بداية بداية للفريق السعودي هذي كان ممكن هنا الحارة يعني هذي اول كرة خطرة للفريق السعودي اجت بالدقيقة 12 يعني بعدنا في بداية الموارات شوف تصليح الكرة تزديد تزديد ميكان اقل لك بالعارضة تقل لي لا بلقوا بس هو ابعاد راقي لا لا ابعاد باحة كرة بالحارس انت قلت هاي الكرة يمكن قد تكون عالية قلت لي قلت لك لا ممكن تدخل الهدف بالعارضة مثل ما لسعودي قلت لك اقل صورة تقول النتيجة انا عبر قلت فوق الحارض لا اي هو طلع اي اي طبعا هاي الطوبة شون الشوتون هي وهي بطن هي يعني في القضية الكترون مجسات على كل حال هذه هذه واحدة من الكرات الخطرة للفريق يبقى الفريق البولندي مثل الفريق الاسترالي عمالقة تعال انت شلون شلون تقدر شوف هذه واحدة من الكرات الصعبة شون الدافع عليها هذه هجمة ثانية للفريق الاسترالي البولندي وهذا الهدف اللي يسجل شوف هذا زل بس اللي لعب شوف شغل وين شوف هذا الانتظار هاي المناولة هاي العرضية وشوف لو اندبسك تسوي وين راح ضاعت الفرصة وسو اسست نعم يعني هو الفرصة ضاعت منه نقذ اللي اجت للفريق السعودي واني عندي كلام عليه هسا المكسيك والارجنتين لا لا اسمر علي خلينا بعدين خلينا نشوف سالم الدوسري وضربة الجزاء الحكم حصر ضربة الجزاء وخلي نشوف سالم وعندي نقطتين راح تكلم بيه بهذا الجانب هذي ما قلت لك يا وانت ما تدري بيه خلي نشوف حركة الحارس قبل انطلاق الكرة الحارس سوا وقف هنا اخذ خطوة لليسر لا سوا هو غشة اخذ خطوة لليسر انا راح 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 تعالين من هو ما باو هذا العشرة اخذ فريم واحد بس يعني قبل ما يسدد خلي نشوف محمد البريك رقم 6 اخواني المشاهدين شاهدوا محمد البريك حاليا هو خارج منطقة الجزاء وقف هنا الان لو هذه الكرة سجلت لحكم شي يسوي الفريق البريك لا يرجع بها لا ارجع ارجع فريم لا لحظة الانطلاق لا لحظة ما يطب هذا لا ولحظة ضرب الكرة روح روح السومو بعد هنا هذا دخل لا داخل اوكي لا القدم الثانية داخلة داخلة بعد هذا ما مسدد اذا لو السعودية سجلت ويعترضون البولنديين والحكم يروح للبار والكرة تعاد عبانا الحكام اليوم الحكام اليوم موجودين لا انت انا قلت لك اليوم لازم تساعد هذا فرصة ثانية يعني هذه فرصة مركبة مركبة الجزاوة هذا هذا عود داخل يعني تجول عبايا وما قول على كل حد يعني وكأنه نحن لا عرف السعودية اليوم ليس سعودي أمام الأرجنتين هذا احداث الشوطة الأول الجزء الثاني من المباراة هادي 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 وفرصة شغل 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 هذا 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 فرص نعم فكل المهم أول محاولات الشوطة الثانية يعني شوف شوف شغل يعني الفريق السعودي على حد وصفك يوصل للمرمى ما عنده مشكلة بس المشكلة إنه وقت أسجل هذا الجانب الأهم طبعا توالت الهجمات خلي نشوف أحداث هادي الشوطة الثانية هادي واحدة من الفرص الحقيقية للتسجيل بعض الكرة سهلة هنا وين شوت شوف انتش محتاج محتاج اللحظات الأخيرة اللي يتنفذ بيها هادي هجمة أخرى مرتدة بدت العارضة انقذت هدف محقق للفريق البولندي هادي هادي فرصة أخرى وهنا خلي نشاهد هادي خلي شاهد هادي هاي الحالة خلينا نرجع هاي الحالة اللي انت قلت بيها تسلم خلي نشوف لو انت مش بتلا هادي هادي الهجمة مرتدة راح واثنين بد اثنين لا شو نتسلم قبل بالنصف الأول ما الملعب ما متسلم لا لا الملعب الملعب شو خلي نشوف خلي نشوف الفرص الأخرى هنا الغريب خلي نرجع هذا اسمه سعود عبد الحميد هذا يلعب كل المبارات لعب حتى بشو طلع هاي شام ظاهر يمين اغتهى الحكم هذا الاسمر يمكن تكلمنا أنا وغرفة الملق هو مناوي يلعب يمين بس هاي شوف بيمن دير اغباع شو طلع هذا طلع عبلي يسترب بس هو يستعمل القدمة دورو اللبدي الملقو فظل هذا اللاعب نفسه نقله من من ظاهر اليمين بالشواط الأول الى نلعب بالشواط الثاني الظاهر الشمان هاي طبعا رؤية المدرب وهذه فرصة ايضا ضاعت كان هذي كان هذي الهدف الثاني ورح نرجع على الشو بوسط المتاخر هذا القش خلي نعيته انا عارضة وعمود وهدف هدفين هجمات مرتدة شوف هذي فرصة هنا خلي نشوف عبدالله العمر ايش راح يساوي انت تلعب تلعب الامان تلعب السيف راح يسقط لو ما يسقط مش سقط خلاص هاي المصيبة هاي اخر لاعب يسقط بعد المهاجم من يروح للحارس شي يقول يقول لي وين حط كيار اي يسر الوحيد اي مشكلة اي مشكلة اقول لك اذا ينعادي الكلب سأسولف على التسلل التسلل اعتقد انطلاقة اللاعب يعني لحظة المناولة كان بالنصف الاول من الملعب خلي نشوف اذا ترجع اذا رح تنشوف هاي البداية هاي البداية اذا اذا يقدر الاخ علي لحظة التمرير رح ننجي رجعنا على الشرط الاول لا 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 الاول هذا الاول كلين رح يمر عليهم هاي مال دابلسكي سدد وسوى أسيست كثافة دفاعية وما كثافة قوة البدنية هاي ضربة الجزاء هاي ضربة الجزاء يمكن عليها يمكن عليها كلام كثير جزائي وخلي نشوف ضربة الجزاء حركة الحارس خدع انا اقول خدع للمواجب ما بواه هو ما بواه احنا قلنا ما بواه ابدا حتى لا يعرف ذاته على الكرة وعلى الارض وكان بيمكن انه يشوف وهذا طب تسلل زايد يعني تسلل على القانون ومعنا اللاعبين وايضا والتسجيل اخرى واضاع لا اليوم السعودية مول سعودية امام الارجنتين واخشى ما اخشى امام المكسيك المكسيك راح تجع تتعادل عده ونقطة وانت تقول اي اي راح تجع تتعادل نقطة واحدة لحد الان هذي فرصة كان ممكن انسجل تزديد برؤون اقول لك اليوم هذي هذي الاب العارضة الرئيسية الغير مراقبة اي اي هان التسلل هذا نرجع له اليوم هسا شو لا عفوا الجزاء ما للمنتخدم هاي هاي خلي نشوف الكل اي صح ما اكو اف سايد بساحتي من لعب هالمدافع اليمين المدافع المتقدم كان بساحته فما كو تسلم شوف لا هي بالاساس هي بالاساس هي بالاساس هي بالاساس القضية الاخرى خلط ضربت الجزاء نرجع له اي حج له اي باش يعني انمر عليها بسرعة انضمن الي انضمن الي انضمن الي عموما ونعم الخلف يمكن انت اي يعني حشيت على هاي اللعبة هاي هي تزديدة هاي هاي هذا الصحور يعني انت اخر لعب الافضل انه كل اللي يسوي العب السيف بس انا ما اتفق لك بقضية السعودية كانوا افضل بش لا لا اجمالا المنتخب البولندي لا انا بش 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 بدأ يستعيد عافيت ويذكرني ببولندا لا ابو علي اقول لك لا 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 لك عالم اخر لا انا 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 لك بدأ يذكرني يذكرك يذكرني نعم لك رأيك ولي رأيك المنتخب البولندي اليوم قدم كرة يعني شوف بولندا ليست بولندا ما من المكسيك ابو علي والسعودية وانت المباراة ما شفت خلي قل سؤالي اليوم لو نجي لا الشرطة الاول انا انا احتي لك عشرطة ثانية قمت قلت منك قلت قلت تخسر السعودية وقلت لك خسر واذنين لا هو تدري اللي صار ابو علي يعني هسه الفريق البولندي بالشورطة ثانية لحظة هجمات مرتدة عملية الاستحواذ والوصول المرمى الفريق السعودي من تلك الكرة لكن ما كان يقدر يسجل لأنه صارت مساحات كثيرة خطأ هجمات مرتدة سريعة لجت كراتهم كلها خطرة كان ممكن أن يسجل نعم يعني فريق البولندي مو فقط يسجل هذا كان ممكن يسجل لكن بنفس الوقت فريق السعودي كان بإمكان أن يسجل نعم قبل ما أنتقل إلى المباراة الثالثة أحاول أنه ينضم محلل كروي آخر إن شاء الله إذا موجود أو لحد الآن يمكن بعد ما موجود ويانا ما أعرف عموما استراليا اليوم المنتخبات العربية يعني بكل أسف كلاهما يعني تعرض إلى خسارة ربما سعودية لم تكن إلى حدود بعيدة غير غير متوقعة عبد الأمير الآن موجود ينضم ويانا عبد الأمير تسمعني ألو كافتن عبد الأمير تسمعني واضح السلام عليكم كافتن عبد الأمير ناجي حبيبي أستاذ عسين أهلا بك محللاً كروياً الدولي السابق عبد الأمير ناجي معنا أيضاً محلل الدولي هو الكافتن كريم خلف خلف حسن كريم لأنه أنا أسمي خلف حسن كريم بالاسم الصحيح هو يريد اسم الشهرة خلف كريم أنا أريد الاسم الحقيقي عموماً نعود إلى المباراة ماذا في جعبتك للمباراتين التي بكل أسف خسرها المنتخبين العربيين في عجالة على المباراة الأولى وفي إفاظة أكثر في المباراة الثانية يعني أكيد وإحنا تابعنا البطولة والفارق واضح هناك يكون في فرأ في جودة اللاعبين في خبرة الفارقين في التعامل بيني والنفسي مع هكذا مباريات يعني إذا تكلمنا عن الفريق القطري كيف خسر والفريق السعودي واليوم أيضاً الفريق التونس يعني أن القروقات واضحة رغم أنه الفريق السعودي قدم مستوى متميز من المباراة الأولى أمام الأرجنتين لكن اليوم الصورة الثانية يعكس مستوى الفريق البولندي عرف كيف هو الطريق إلى المرمى وهجمات قليلة لكن عرف كيف يدافر فهذه هي الفرق بين الخبرة بين الفرق العربية والفرق العالمية يعني الكبير الذي يعدها تاريخ في هذه المطولات مكرر وهذا نحتاج نحن كفرق عربية يعني بالأخص نحن لازم نزيد من مبارسات هكذا مباريات يعني بطولات خصوصاً كأس العالم الملسيوية 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 وبالتالي يعني نستطيع نعيد بناء منظمتنا الكروية كما هو حاصب في العالم أصبحت اليوم متطورة جداً فتبقى الفرق العربية يعني فرق يعني في بداية الطريقة وحاول أن تصل للعالمين كابتل عبد الأمير يعني عذراً المنتخب السعودي والتونسي لديهما تجربة يعني ثرة في المشاركة ولكن خليني أستعير قضية يشير لها الكابتن خلط يقول أبو علي لا تستعجل الأحكام بالمباريات الأولى وأنا بنية عليها أنا شفت المنتخب السعودي بداية المباراة والفرصة والتزديدة يعني منتشي ومزهو عالياً بالفوز على الأرجنتين يعني ما السعودية أمام اليوم أمام بولندا يعني يمكن لو المباراة ما للسعودية مثلاً مع الأرجنتين الثانية أو الثالثة لحدث ما حدث فيها يمكن لأنه المباراة الأولى المنتخب السعودي اليوم غير السعودية في المباراة الأولى نعم أستاذ حسين نعم أنت كلامك يعني دقيق ومضبوط أنت تكلمت في جزئية واحدة وهي جزئية الإثارة والحالة النفسية والتهيول والمباراة هو هذا جانب لك تقوى جوانب فنية يعني قلت لك أنا ليش بالكلام ذكرت جودة اللاعبين والخبرة كيف يترجموها في الملعب ندرب بعد متغيرات آنية مستمرة أثناء المباراة فريق السعودي كان الأفضل في الملعب في الحيازة في عدد التمريرات في عدد مرات الوصول للمرمى لكن الفريق الولندي يعرف كيف ينظم ما أعطى فرص حقيقية بالشوت الثاني فرص بولندا أكثر أخطر 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 العارضة والهدف الثاني والانفراد جودة جودة اللاعبين والخبرة يعني يعرفون الطريق إلى المرمى يعرفون متى يوصلون متى يستطيعون عبدالأمير أخذ الحيازة وأنا أخذ اللعبة أخذ 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 فرق بالعالم نعم هكذا أخذ أخذ مني بالحيازة في استلام والتسليم وقدراتك عالية أنا أعطيك الكرة الحيازة وأرجع الخير أغلق عليك المنطقة أعمل دفاع منخفض وأخليك تصعد يعني حتى أخلق فراقات خلفك وبالتالي أنا عدي قدرة أنه أسجل وقدرة أن أنتقل عدي تحولات سريعة لكن أنا أعطيك الحيازة والأثنين بالإضافة لها هذا قلت لك عملية التعامل مع أجزاء المباراة توقيتات المباراة من ربع الأول ربع الثاني ربع الثالث يجزؤون المباراة لأوقات وكيف يمتص الجانب البدني وسرع الفريق السعودي مندفع جدا يعني بسرعة عالية اليوم معدلات الجري التحامان لكن قدرات بدنية ثابتة فاندفوزكي يعني ثلاث لاعبين إذا صعدوا نياه سعودي ما يقدرون يعني على القابلية البدنية هذه فطرية ممكن ومكتسبة يعني هذا لاعب طوله بالمئة والتسعين وانت قلوب الدفاع اليمن مئة والثمانين اثنين حتى تلاحظوا أحد تحور بيده يعني الإصابات اليوم تلاحظ على الفريق السعودي لأن انتحامات جانب البدني هنا ما تقدر فبالتالي يعني الفريق البوغندي عرف كيف يعني يوصل المرمى ويسجل حتى لا تلاحظ طريقة تسجيل الهدف الأول فيها ذكاء عالي وخبرة يعني ذاعبين متمكنين ومتفرسين على هذه الحالة احنا هذا ما ينقصنا فيه كلاب أولاد بهكذا مشاركة فريق السعودي مثل ما قلت لك يعني لا تلاحظ اليوم سيطرتك هامنا في المباراة ويحم حتى عماق ضغط يعني احنا هذا شيء يساعد الفريق البوغندي يعني المدافع في السلسل الأخير ما له هو يدور كوريلي افتراي وبالتالي يعني ما يكون نتيجة وهذا شون تشوف المباراة المباراة المقبلة والمصيرية للمنتخب السعودي الشقيق شون راح تكون والله صعبة المباراة الدور الأخير راح تكون حاسمة وصعبة جدا وراح يلعب العامل النفس بيها جارب كبير وهذه ما ينقصنا ما ينقصنا يعني قلت لك أيضا المقادم يعني يعني نعتاد 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 يجري أبو كرر أعود أعود إلى كابتن خلط يعني يتفق وياك طبعا عبدالأمير يعني بس أنا الفرص الفرص السيدة نرجع عليها في مرحلة مقبلة لا السمحة الوقت الفرص اللي انت مسجن انت مدونها وطلعت انت وعلاوية فرص المنتقب البولندي أكثر لا هي أخطر كذلك لماذا مثل أنت مصر على أخطر أنا أقول لك أكثر لا 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 لماذا لن نصبر علي اليوم قلت لك روح لنا يأتي أبو كرر أبو كرر يطيك الأرقام ويطيك يطيك أحصايا أبو كرر يطيك نمتلك كرة القدم بس ما يعرف كيف يسجل ولا يعرف كيف يدافع من تطي مساحات كثيرة الخصم أسهل أوكي أجي هو قال كلام رائع جدا قال لك الفريق البولندي يعرف كيف يدافع فريق السعودي لا يمكن أشار إلى نقطة أثنين يشتركوا لاعب سعودي يعني فريق لا يعرف يدافع وما يمكن أن تقول أمام ميشي يعني اثنين يشتركوا بكرة كتف بكتف السعودي وقع يعني لا يضرب بوكس لا بكتف وقع كأنه يريد يبدل من يقول لك النواحي البدنية عدي الفريق هنا برأي عدي الفريق الأسترالي وعدي الفريق البولندي هي هي اللي وزنت كفة الفريقين هي اللي خلت الفريقين يخص بعد إذنك أريد عبدالأمير عبدالأمير أنا أريد منك اليوم يعني أريد منك قضيتين طالبك بها باسم فضائية الأيام أولا طلب الإعلان على قضية الرفق بالحيوان لأنه انتهى القطمة لك أريد منك وأريد منك أريد منك بما أنه أنا أحب الزوراء وكذا أيضا أريد هذا الشعار لم أريد منك إعلان لأنه الفضائية الأيام جاي اتروج لنادي الزوراء الرياضي عنزح عشون لا لا أعوض عذرا لا أستاذ الزوراء هو واحدة من هويات الكرة العراقية فخر فخر إني الآن أنا إذا الآن أنا مضطر لأنه أنتقل إلى فقرات أخرى مضطر أقول لك مع السلام اليوم ورح أعود لك في مباريات لاحقة حتما إن شاء الله حبيبي حبيبي كذلك جميل هذا الحبي والأستاذ العزيز تسلم لحبيبي شرفتنا شرفتنا حبيبي نرجع إلى قبل عندي تقرير أيضا جميل على البار ونرجع إلى قضية هاي نروح نشيك بالحاسبة اليوم اليوم ما نطلع نشوف الأزيد أنت تقول أخطر لا أقول لك أبعلي شيء مرات من نروح ويالأخ علي ونطلع بكمبيوتر الحالات مرات يوجد حالات لأن الوقت هو ما تشير له ما أخر شاهد ما تطلع حين وأنه تجي يعني كان دورتك تلعب لي أهدب الباص وشلون كان دورتك لا لا بالعكس لا هو جمالية جمالية التحليل أن يكون عفوي غير مستحض لأنه أكو حالات مثلا متزوية نعم أحبة المشاهدين لدينا أيضا تقرير عن تقنية البار وما الذي يمكن أن تضيفه هذه التقنية للعبة لإنصاف المنتخبات ولي تجاوز أو تحجيم الأخطاء البشرية التحكيمية لننتقل إلى التقرير تابعوا معي أهلا بكم مجددا VAR VAR Video Assistant Refer الحكم المساعد عبر تقنية الفيديو هل أضافت هذه التقنية الحكم المساعد عبر الفيديو هل أضاف لي خلينا نقول انصاف الفرق انصاف قضية التحكيم يمكن على مر العصور الأخطاء مليانة ويقولون الأخطاء جزء من اللعبة كنا نقول هذا كلام إذا تذكر 2010 أكو قول إنجلترا دخلت متر تعال شيء على ألمانيا رح تعليم لا والله نص متر دخلت والحكم والحكم قال مشيه قول ولا مو قول 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 زين المهم فأنت من هاي الأخطاء تحدث أو مثلا كثير مثلا مارادونة بإيدي وطلع كذا هذه كانت تظلم رأي من الحكم من السوفياتي من 66 أنت هذه كلها يعني تخسر بلد أو وطن تخسر فريق وانت نتيجة الخطأ الخطأ التحكيمي حتى بس جبت مارادونة بيدها الأرجنتين قول أو الثاني فيان صفر نتيجة هاي نتيجة الأخطاء هي غبن علم لكثير من الفرق اللي تخسر بهذه الأخطاء اليوم قالوا حتى نقلل نقلل ولو نقلل بالبداية نقلل من هذه الأخطاء حتى ما حد يظلم اجت تقنية الفارو الحكم الخامس نعم اليوم تشوف كل الحكم من يريد يعيد مشاهدة بناء على طلب البار مشاهدة حالة من يروح ويرجع كل العالم يعني الفريق الخصم المنافس ما رح يعترض لأنه يقول لك بعد خلاص أنا ما اعترض عندنا ست سبع حقام قاعدين في غرفة هم يشوفون أفضل من عندنا واليوم ما رح تلقى تدمر من الفريق اللي يحسب علي ضربة جزاء يعني خلينا فقط للمعلومة أنه البار يعني مو اجه الحكم الخامس والرابع الخامس الفار ألغى هذا الحكم بسبب بسيط أنا ما عاد أحتاج مساعدة بشرية طالما عندي تقنية 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 ممكن أن تحسم لي هل عبرة الكرة تجاوزت أم لم تتجاوز عموما حتى الفار في بداية استخدامه بالمناسبة يعني قضية التقنيات الألكترونية في التحكيم بالتحديد بدأت من أول مرة نسجل بعدين سلو موشن بعدين الإعادة الريبلاي بعدين إلى قضية يمكن رح نروح إلى مرحلة يمكن نجد حكم ألكتروني والله العالم متغير العالم قد يعني قد نصل إلى مرحلة طالما الحكم يخطأ ويعني يغير نتيجة مباراة لماذا لا نجعل أحد غير قابل والله أنت سبقت الزمن بهذا طرحك حقيقة والله العظيم هو كل شيء أنت تتوقع في هذا العالم يعني لأنه العالم يعني لن لدينا انترنت ودينا كمبيوتر ودينا لم تقال هذه الأمور هسا أنت قاعد هنا وإهلك يشوفونك العالم كل يشوف زيان خلينا نسولف على المباراة أنا أشوف الأجمل لحدنا لأنه ما شفنا الأرجنتين المكسيق فرنسا الدنمارك فرنسا الفريق القوي اللي قوي يعني اليوم سيلوني قالوا شو تشوف فرنسا والبراجين فرنسا والبراجين نهائي مثالي يعني إذا ما يتقاطعون يعني في المباريات 98 ممكن عادة المباريات النهائية حلوة يعني مرتين الأرجنتين وألمانيا 86 86 صحي 86 90 واحد أخذها مرة أخذها الأرجنتين ومرة 86 أخذها الأرجنتين والألمان بالتسعين يعني ممكن أن تشوف نهائي إذا ما يتقاطعون إذا مو بنفس الجروب لأنه المجموعات لأنه الأدوات اللي عدتهم قاتلة يعني اليوم سأتكلم على الفريق الفرنسي فريق الفرنسي من الشاهدة لحقت تسجل لاحظاتك ما شاء الله سجلتوا لأن عفز ذي شاهدت ما لأنه حالة التسلل اللي قلت لك عليها أنا سأستثمر حاول أستثمر بالأيام اللي ما به أرجع إلى مباريات هذه تشكيل الفريق الدنماركي يلعب ثلاثة ثلاثة أشباه وصل وأربعة بالنص واثنين واحد المهاجم اللي وحيد واللي وراه ثنين مهاجمين يعني حربة وخلف المهاجم لا هم اثنين خلف مرة تحسب صنالع مرة تحسب لعب وص معناها أنه خلي انكدس الكثير من اللاعبين الوسط حتى نوقف أبرز اللاعبين اللي موجودين في الفريق الفرنسي يما الفريق الفرنسي عنده شوان به هذا اللاعب الريال مدريد ولاعب الوسط الاخر كريزمان صانع لكن الأدوات اللي فوق جير راس حرب لا كجير كليزمان وراه وممبي على جهة اليسار وكومبي على جهة اليمين هاي الأدوات كلها قدرة على التسجيل التسجيل يعني يعني يل من يتوقف بذولة وبعدين الفريق الفرنسي يختلف عن كل الفرق اللي أنا شهادتهم أكو عدة مصادر التنوع بالتسجيل يعني إذا راح للجانب يمين يسار ترفع الكرة وقو وبابي راح يقوّر بهذه الطريقة إذا يريد يخترق من النص كليزمان ذكي جدا هاكو تحرق جير راح أحطيك كرة وروح سجل الكرات الثابتة يسجلون منعته إذن تكامل الفريق هو اللي يخليك يخليه فريق مرشح أن يوصل إلى أبعد ما يمكن يعني هس أنت من الدور الأول استقرأت ممكن أنه يعني مباراة نهائية تتكرر يعني الأمريكا اللاتينية هو كلاسك دائما أنت راح نفرق يعني أنت وضيوفك راح تفرق نفسك المباريات اللي فاتنا اللي فاتتنا واللي نحن لحد الآن خلف لحد الآن ترى ما حللنا البرازيل البرازيل ما جبنا ها المغرب ما جبنا هس هس ما زل السريع قال لي راح أحرض لك الكليبات اللي حضرها الكابتن إن شاء الله هاي يمكن أول مرة راح نسولف عنه فرانس إن شاء الله وهما يعني منتخبان بحجم المونديال هو الأهم من هذا خلال الدور لو أنت حللت الكوستاريكي بس بعد ما محل المغرب ما شفت البرازيل ما شفت هاي فرق ما شفنا لأن إحنا بالستوديو نعم عندنا فراغات إن شاء الله هاي القراءتنا القراءتنا إحنا وياك انت ما شاء الله قراءتك ما لواحد ندرب خبية فمن نجي شاهد راح نشاء نحط الفرق بالميزان اللي صعدت للدور الثاني يعني من كل مجموعة فريقين راح نحط هم بالميزان ويا لعبة فايتتنا ما شفناها هم راح نسول وان هذا المختر راح ووراها شتيت نبني نعم نقول يمكن هذا الفريق راح ينتقل للدور الوراء وهذه هذي هذي هاي فرنسا هذي هاي الدقاق الأولى هذي جير اضاع كرة لكن الفريق الفريق الدنماركي انا برأي كان فريق شجاع هنا دولوريس راح يشيل الكرة هن هذي الصورة وقف هذي الصورة هذا هذا ما يقل الاب يعني اكو احساس اكو لقطة ورا 30 ثانية راح نشاهد ورا 30 ثانية كرة ثابتة تروح للجانب وكرة لا يمكن ان يصتها اي حارس الا كاسبر شمايكل الابن يعني طلعت هاي الصورة مقابل هاي اللقطة خن مشي هاي الحالة راح تلعب الكرة الى اليمين مشي كليزمان ما لعب عقول راح اليمين راح تلعب من دمبلي والكرة ورا للحارس شوف يعني هذه خطوة يعني كأنه اه اكو احساس عند الاب شمايكل يقول لي الكاسبر ابني يقول لي انت راح تنقذ قوم اي لا هو اردت فعله على الحارس في الجانب الاخر لا اردت فعله كان على فاول اي على فاول كان يتمنى ان منتخب بلدي يسجل او بس يا سبحان الله ايجت اتراقب حتى اللقطات الجانبية يعني مو فقط فن الكرة واني ردت البارحة يعني لقطة ردتها بس يحضرون اياها في الحلقات المقبلة لمشجع ايراني كبير بالسن الله كان يبكي مع عزف النشيد موجودة اتمنى انطلح انطلح في حلقات مقبلة مو مشكلة يعني كرة القدم شوف هاي هاي اهنا تسال انت ماشي بتلاعي هاذا متسلل او لا هسلحت هاي اللحظة ما متسلل بق هاي هس الكرة طالعة من رجلة اي بس ما متسلل ما متسلل هذي اللحظة ما متسلل ما متسلل اي 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 احنا مرات شو تسوي هاذي لو فريم اخر يتقدم ثمين تسلل لكنها ليست لا مو متسلل لانه لحظة نعم متفقية المتفقية اي اي احنا خلف وهذه يعني قضية انا ما اسمي تحدي بالعبس اسمي قضية تبادل معرفي انا استفاد منك بفرق الكرة الله يشعر تسلم لي فالمهم هذي هي مشت مشيها متسلل لكن فرصة ضايع علي فريق الدنماركي خليها تمشي اوكي رايحنا لنا والكرة يعني سدد بلاو طبعا هذه كلها احداث احداث الشوطة الاول فاز عذرغدا تسمح لي حتى امرر المعلومة لمن يتابع الارجنتين فاز اعتقد اثنين صفر اخر اثنين صفر نعم هذا الوضع عقد من مهمة المنتخب السعودي الشخص بين السعودي محتاج ان يفوز على الاقل هو واحد بالتأكيد لا وينتظر نتيجة 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 الأخرى يعني المكسيكي رح تجي هسا بنقطة واحدة مكسيكو بولندي بولندي اعتها اربعة افازت اليوم زيان الفريق الفريق السعودي ترى انا مسجل اللي رشحناه على ورقة لا اليوم ترشحتنا مزيان لا 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 عفو لها جلما لا يخطى هذا قدر لا انا قصدي يعني ثبتني انا عن هاي المجموعة رشحة من البداية رشحة الارجتين وفولندي صحيح اي صحيح عن هذي المجموعة انا قلتك الارجتين والمكسيكو هسا باقي خلجو المكسيكو هذي 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 الشوط الاول هذا الشوط الثاني الثاني الاول ما كان به يعني لا ما كان به شوط لان اقول له هدافي جات كلها وين بالشوط الثاني نعم مبابي قدم مساوراقي خلال هذي الشوط خشم بابي سوى هذا كل حلول هي حلول فردية هذا واحد من اجمل الهدف هدف تكتيكي رائع جدا خلي شو بابي هذي هنا هو وان تو وان تو وان تو يعني دبل وان تو اثنين اثنين بين خمسة بين خمسة هذا وان فايف وان خمسة يعني خمس لعبين خمس لعبين كابتن او لك وانت لعب لي وان تو وانا يسجل شوف المدافع شوان دار ظهره على الكرة المدافع اللي وان ما صوب هنا رح يصوب شوف اللاعب شو رح يسوي المدافع اخر واحد دار وشف ايه غلط روح على الكرة خلص خلص الكرة ما تموتك ايه روح عمق عمق شما يكون وين ما يكون هذا الرد فعل لحظي يعني غير محسوب لا ارادي هذي هذي كرة خطرة هذا الهدف التعادل يعني للفريق اندرياس كريستين هذا اللي قول خلينا شاهد الهدف مرة اخرى يا دقيقة ايجا الهدف التفاور لا ان الهداف ايجت بال 56 واحد الدقيقة 67 التعادل وهذا الهدف ايجا بالدقيقة 85 85 ايه يعني هدف قاتل خلينا شوف الهدف هذي ليش قلت لك انا مصادر التنوئ الكرة حولت من الجانب هما خطرين والدخول الوانتو هما خطرين فتحس انه فريق 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 قوي جدا قادر قادر ان يفعل كل شيء ومو بس هاي ابو علي فريق دكت الاحتياط اما هاتك كلها تشتر يعني من يطلع اساسي البديل البديل يقدم وهذه يمكن ما تلقاعد بعدين هم هم الجناسين فرنسا يختلفون عن غيرهم بيش انا اقول لك لانه يعني فرنسا استقطبت الكثير من الافارقة في وقت مبكر هما صح ليسوا فرنسيين بالاصل لكنه ولدوا ربما حتى اضاءهم ان ولدوا هناك يعني مندكين بالمجتمع الفرنسي ثقافيا ومعرفيا وكرويا وتعليميا يعني هما انا ذكرهم 1998 طلعوا قائمة فلان فلان كله من زيدان لكن انت تعرف مثلا زيدان هو مولود في فرنس صحيح سنة ثلاثين وسبعين فتخيل اش وقت ما اخذت ام الفرنسية ورايحها يعني هو اسمه زين الدين زيدان شينطيق دلال الاسم اسم عربي لا اسم مسلم اسم مسلم زين الدين ابو كان مسلم ابو مسلم لكن اسم نقول اسم هاي ما تعرف لا لا ربما علمان بنزيمة ما يسوي السعوف نمنها هو الرجل مسيح كريسيان ودين من اديان الله الكتابية يعني سيدنا يسوع ولكن تخيل انه هناك مشكلة تخيل هذا الرجل الكثير من الملاكات الجزائرية المسلمة ذهبت واستقرت واندكت بالمجتمع حتى دينيا بالمجتمع الفرنسي اندري خياط المخرج روبرت حسين ممثل الكثير من هذه الملاكات رجع بنا لهذه تشكيلة المنتخبين على العموم عندنا مباراة الارجنطي والمكسيك كثير صفر انتهت احنا استوفينا هاي بالحالات اللي بيها هذا موجود اي هاي سرح ترجع لا لا على هذه الحالات الوضع بالمجموعة شلون تقرأ لانه تهمنا هاي المجموعة هي سبقت مباراة مباراة واحدة موهن مجموعة دعنا تصور اي الممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممم لا لا السعودية تكلم على مجموعة السعودية ولا مجموعة فرنسية لا لا على مجموعة اللي انتهت الآن المباراة بتفوق الارجنتين مع السعودية العدنا بولندا الارجنتين الارجنتين عندها ثلاث نقاب اي يوضنه اربعة اي يوضنه امام الارجنتين concentrations they res اوضن اولان nakiniоль 12 سعودية في حالة فوزها على المكسيك تترشه المكسيك في حالة فوزها عليمن علي سعوديةCR يترشع على حساب الارجنتين الارجنتين يجب أن تفوز عليه من نعم نعم يعني أمنيتي لماذا طالبتك في هذه الحسابات لأنه أتمنى أنه يستثمر السعوديين الفوز الأول على الارجنتين لمرحلة الأبعد خليني نروح على فاصل قصير نعود بعده إلى خبرين وتعليق من شاء الله أهلا بكم مجددا إلى فقرة خبر وتعليق حيث هي إلىنا الزميل مازن السريع تتزامن مع مونديال لدوح الذكرة السنوية الثانية لرحيل الارجنتيني ديوغو أرماندو مارادونا والتي كانت أمس الجمعة وتفاعل معها الكثير من الشجعي العالم في جميع أرجاء المعمورة حملوا صور هذا اللاعب استذكروا أبرز محطات حياته استذكروا أهدافه التي تحدث عنها في مونديال 86 رفعوا صوره يعني تخيلوا معه حتى كان ليونيل ميسي مشاركة بهذه الذكرة أريد أسأل خلف قضية واحدة مارادونا مثير للإعجاب ومثير للجدل ولكن يعني الناس دائما من تحدث عن مارادونا ينصرف الدين مباشرة إلى ميسي من الأفضل أو من حقق ذاته الكروية لا تحقق ذاته الكروية شوف من هو الأفضل بحساب أفضل لعب بالعالم لعدد المرات نقول ميسي واحدة من هو اللي جاب من هو جابنا بطولات للإرجنتين نقول مارادونا من بطولة شباب العالم باليابان 1979 بطالها من هو؟ بطالها مارادونا عندما كان لعب لمنتخب الشباب هذا جانب الإمتاع داخل المبارات منه كان يمتع أكثر راح نرجع على ميسي ميسي مع برشلونة أيام نقوارديون ميسي أنا سئلت هذا السؤال وكانت إجاباتي كل هذا مارادونا كان خلال المبارات يراوك لقطة لقطتين إعجازية ميسي داخل المبارات الوحدة يراوك عشر عشر لحظات إبداع إبداع ولا إبداع ليس الإعجاز ما أكوه الإعجاز صار وي مرد يعني إبداع نحن نقول الإبداع تبقي أنت تكلم تخوش كلام نعم مثير للإعجاب مثير المن للجدل للجدل هذا اللاعب اللي يكتب على فانيلتي لا للمخدرات وهو أول واحد يعني يطلع نعم بلاتيني لكن أكو مواقف وطني بلاتيني يطلع متحد بسبب الكورس خلي نسولف بسبب خلي نسولف لا ما عندي قضية جميلة جانب جانبي جانبي هذا الرجل كان مع حركات التحرر بالعالم صديق لي كارسترو وصديق لي شافيز وزار زار يعني الرئيس الإيراني الأسبق يمكن محمود أحمد نجادي أيضا عنده كان دائما مع يعني مع الثورات مع الحركات التحرر ضد الغطرسة الغربية عموما تدري الطوبة القول بها بالستة وثمانين نبيوعة يعني قبل كم يوم قبل خمسطعش يوم بمليونيين وأربعمائة ألف جنيه استرليم قليلة وين بيعت في مزات في إنجلترا في إنجلترا هذه الكرة المعروفة خلينا أروح للخبر الثاني يعني هذا المونديال لا يريد أن يغادر الاستفزازات تجاه يعني منتخب معين بالذات والله يعني أنا لست مضطرة للدفاع عن إيران مثلا إيران لديها تجييد الدفاع عن نفسها ولكن يعني لماذا هذا الاستهداف المدرب الألماني السابق يورجينيك لينزمن حول مباراة إيران وويلز يعني نقم على الأداء الإيراني الأداء الشجاع يصف بالأداء العنيف الأداء جاد أنا أريد أذكرك لينزمن يعني بلاعب المنتخب الخصم يعني في لغطة كانت كان ممكن أن يقتل يعني مثل حركة تايكواندو الحارس اللي انطرد على أثرها الأوساط الإعلامية في إيران وفي سواها يعني اتخذت من هذه التصريحات أو علقت واعتبرت تصريحة كلينزمن يعني تصريحات عنصرية بالذات لأنه كرر في أكثر من مرة كرر عبارة يعني هذه هي ثقافتهم يبدون يعني نسي الرجل يعني يعني للشعوب ثقافاتها وللشعوب حضاراتها حتى يعني يعني يقول هاي ثقافتهم العنف ولذلك راح لهم كيروش معرف يعني كيروش مثلا دكتاتور أو شنو يعني لأنه كيروش أجاد التعامل مع الاستفزازات الإعلانية شنو رأيك خلط هذا الاستهداف يعني الاستهداف اللي تعرضت لقطر بالتنظيم تعرضت لإيران في تفصيلات تخص لا علاقة لها بكرة القدر بس هو أنت كلينزمن نعم أنت هذه الصور اللي قال اللي يعني هذا تجاوز به كلينزمن عموما بس لو تكلمنا ندخل بموضوع دخلكم موضوع سياسي ما عدنا حرج وطاقه قد يكون طافي عنصري عنصري نعم إذا يجي واحد يبدأ رأيه بجمهورية الإسلامية الإيرانية أو حركات التحرر بالعالم ويجيك هو واحد من جذور رح أقول لك جذور إسرائيلية فهمي عني من تسمع جذر يهودي جذر يهودي من تسمع كوبمن هوبمن كلينزمن رح يوديك إلى جانب شنو اللي يخلي كلينزمن يتكلم ويدافع عن ويلز ويلز نفسهم لا المدرب هم متكلم ولا إدارتهم متكلمت ولا لاعبين تتكلم بالأكس يعني ما كانوا متخب الإيراني مراحجيك ويلز لو تجيني انتهس تقول لي كابتن خلف ويلز أمام الفرق الأخرى وين تحطها حطها قبل كوستري قبل كوستري وأنا بالأمس قلت لك قلت لك الفريق الإيراني ما شفت في الفريق الإيراني طيلة حياتي أن يصل إلى المرمى الخصوم أو المنافسين بهذا العدد الكامل أنت اليوم جاي تدافع عن ويلز أنت ألماني أنت جرمن نعم خليك دافع على ألمانيتك يا أخي لا مهما هذا بالمناسبة يعني هذا بعد أن تتعلم عدة تجربة كروية في تدريب المانشاة فاشلة وراح سننتقل وبأمريكا فاشلة هو لا شوف وراح درب أمريكا ومقيم في أمريكا صح ومن جذر يهودي نحن هسا ما لنا علاقة بالحريات الشخصية ولكن أين الغرابة في أداء المنتخب الإيران كان رائع مباراة أنا 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 متيقن كل المدربين الكروين الذي يتعاملون بتجرد مع كرة القدم أنصفوا أبو علي رح أقول لك على شاء الله المنتخب الإيران أبو علي رح أقول لك على شاء الله كيروش فرض نفسه كمدرب مدافع ويه العملاق بيرقس وهو اللي جيبه كريستيانو رونالد ضمن البرتغان وهو كان يجيب نانو اللاعب الرائع فهو كأنه مكتشف للمواهب لمانشستر يونادي خلص نصف عمره يدرب بالدولة الإنجليز يعني مو مدرب جاي جاي من وراء الصحراء لا أبدا ليش ليش الهجوم على كيروش لأنه كيروش شاي العلم الإيراني أو حاط لا لا لأنه أجاد الرد على المناكفات الصحفية الأهداف أجمل ما في كرة القدم يلا الله خذ نشوف ممكن أن نشوفك لي الله عن مباراة عفوا عن أهداف الدور الأول إذا يكون حاضر لي الله إن شاء الله أخ مازن أهلا بكم متابعي فضائية الأيام خلف مباريات باتشر يعني دائما ما روحهم محضرهم مازن السريع يعني عدنا حسب التسلسل الزمني في المجموعة اليابان كوستاريكة اليابان فوز كبير على ألمانيا المهزومة بأعراض نتيجة إن شاء الله يتكرر لأنهم آسهوين نعم وأمام كوستاريكة المهزومة بأعراض نتيجة ممكن أن تتكرر السباعية لا السباعية هواية المهم يحققوا نفوز يعني أنت يبيضون جهاز إن شاء الله المباراة الثانية في المجموعة الأخرى في المجموعة أف بلجيكا فوز فقير على كندا المغرب تعاد المحترم مع الوصيف السابق مع كرواتي نتمنى لداء المحترم والنتيجة المحترمة يعني أن يحقق خلف فريق المغرب إن شاء الله بتوفيق للمغربين عدنا أيضا مبارات مباراتان أخريان عدنا في المجموعة ألمانيا المثيرة للجدل والمهزومة من اليابان تواجه إسبانيا المنتشية بالشباهية غدا ألمانيا ربما تودع الوطول غدا ألمانيا في حالة لكن أكو تصريح لمدرب إسبانيا لا أدري يريد أن ينهيهم بالعسل للفريق لألمانيا لألمانيا خزرت ويليابان مبارات الأولى قال ممكن ألمانيا أنتهزمنا نعم الريكي مدرب إسبانيا بل رغم أنه عده فريق يعني يعني أشان تتوقعك ممكن يتعادلون يتعادلون أو إسبانيا إذا فازت إسبانيا تودع أشان أنت ما أريد توقعك تعادل أو الكفة بصالح في إسبانيا لا مو بضرورة باشا الألماني يعودوا لألماني أنا أقول لك باشا الألماني يتفس رأي وانا وياك رأي أوك هسا نروح للمباراة الأخيرة كندا اللي هي بالمجموعة كندا وصربي كرواتيا الوصيف السابق كرواتيا كرواتيا تواجه كندا يقول لك كندا قدمت في المباراة الأولى أنت شفت أمام بلجيك أنت عجلت بها فتقدموا مباراة وحتى مدرب مدرب بلجيك قال قال كنا نستحق الخسارة من كندا أنا سوال له كندا هذا الإعداد البدني من اللي يعد اللعب هم والأمريكان على المناسبة يمكن الإخوان ما يعرفون مسألة مهمة جدا إذا تفيد تعد إعداد بدني وروح تجيب معد بدني من أمريكا أمريكا من أمريكا تدري ليش خاصة القوة البدنية والسرعة لأنه جماعة الأمريكا العب القوة أمريكا من فوتبول حتى الباستبول فتشي آخر نعم فتشي نعم استمتعنا بحلقة اليوم وأن تضرك باشر بإذن الله إلى هنا أحبتي متابعي فضائية الأيام نختتم حلقة اليوم على أمل أن نلتقيكم غدا بيوم مونديالي آخر تصبحون بألف خير بإذن الله بإذن الله ترجمة نانسي قنقر